في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية حول العالم تستمر الولايات المتحدة التي لا تتوقف عن الحديث عن دعمها لحل الدولتين بالوقوف في وجه أي تحرك فلسطيني للحصول على اعتراف أممي بدولتهم وهي تؤكد أن هذه الدولة ستولد من رحم اتفاق تفاوضي مع الجانب الإسرائيلي تحت رعايتها على الفلسطينيين اختيار أفق لهيكل حكم أكثر اعتدالا سيحول الضفة الغربية وقطاع غزة إلى دولة فلسطينية بشرط أن يرفضوا أي تهديد ضد إسرائيل وأن يتخلصوا من حماس التي تحاول استعادة السلطة لأنه لا يمكنهم أبدا الحصول على دولة ما داموا يمكنون ويدعمون حكم حماس في غزة إذن فإن الحصول على قبول أمريكي بالدولة الفلسطينية هو منوط بسلوك الفلسطينيين قيادة وشعبا هناك تساورات من بعض المسؤولين في الإدارات الأمريكية سواء السابقة أو الحالية بأن الدولة الفلسطينية هي مجرد مكافأة لما سوف يكون به الفلسطينيين ولكن أعتقد أنهم غير جدين في أن الدولة الفلسطينية حق مكتسب وبحسب ما يرى مؤيد فلسطين فإن مواقف الولايات المتحدة حيال قضية الدولة الفلسطينية يعبر بشكل جلي عن غياب أي اعتراف أمريكي بالحقوق المشروعة للفلسطينيين هذه الإدارة منذ وصولها إلى البيت الأبيض لم تبدي أي جدية أو أي استعداد لإقامة دولة فلسطينية عمليا على أرض الواقع لست مقتنعا مئة بالمئة أن أي إدارة في الولايات المتحدة تعترف بهذا الموضوع كحق للشعب الفلسطيني من جانب آخر هناك من يرى أن حل الدولتين الذي تسعى له الولايات المتحدة هو طريقة لإدارة الصراع في الشرق الأوسط بشكل يرضي الإسرائيليين الإدارة الأمريكية تتشدق بحل دولتين بشكل تفاوضي ولكنه لا يعترف بالحقوق الفلسطينية ولا يعترف بحق العودة للفلسطينيين أو حتى حق تقرير المصير وهذا يجعل الحل بلا معنى وحاليا وعلى الرغم من الدعم الدولي الكبير للاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة إلى أن الموقف الأمريكي سيعيق الوصول إلى هذا الهدف في المحافل الدولية من القضايا القليلة التي يتوافق عليها الحزبان الجمهوري والديمقراطي هي معارضة حصول فلسطين على الاعتراف الدولي من مجلس الأمن واعتبار الولايات المتحدة الراعية والوسيط الوحيد الذي يمكن من خلاله التفاوض للوصول إلى حل دولتين طال انتظاره سهيل الشعر قناة الغد واشنطن